هاخدكم دلوقتي في الستوديو عايزة اكلمكم عن مصرحية كاليجولا ايه حكاية المصرحية دي او ايه حكاية هذا المصنف الادبي مغري لكل يعني اهل المصرح مصنف ادبي لالبير كامو والحقيقة كتبه هو وعمر 25 سنة في العالم كله اتعاملت المصرحية دي بكل اللغات كل اللهجات مغرية للممثل لما فيها منتضاد شخصية شريرة شخصية قصية شخصية فيها من القصوة والشر والعنجهية والغرور وحاجات كتير جدا لكن كل جيل بيعملوا بشكل كل بلد تعملوا بشكل كل زمن يقدموا بشكل احنا بنلتقي دلوقتي مع المصرحية من انتاج مصرح الشباب تأليف طبعا زي ما قلتلكم للقديب الفرنسي البير كامو والاعداد والاخراج المصرحي لمحمد عز وبطولة الفنان المصري المبدع اللي بيفجئنا بأدوار كتير مكنش متخيلة انه كمان هيبقى موجود ويتقلق في المصرحية دي فنان محمد علي رزق وطبعا معاه مجموعة من الفنانين انا هعرف منه كل حاجة دلوقتي لكن انا هرحب به واعرف حكاية كاليجولا وهو شكله مش كاليجولا خالص بس هشوف اللي بيحصل حيانا بيعمل كده بعض الادوار اللي فيها شر بس الشر بقى هيطلع ازاي في المصرح خصوصا ان المصرحية دي اللي اتعاملت في التسعينات اوال التسعينات بنجم كبير استاذ نور الشريف كيف ستعود ده اللي هعرفه مع الفنان محمد علي رزق مسائل فل مسائل خيل لا انت ماتجيش طيب كده ما انا طيب تعمليش فيها طيب كاليجولا ده مش طيب خالص انا انا محمد مش كاليجولا انا محمد والله ليه دايما الشخصيات الطيبة بتميل الشخصيات دي طلع مخزون تاني اه يعني دايما الواحد بيحاول يعمل في التمثيل اللي ما بيقدرش يعمله في الحياة او اللي ضميره ما يسمحلوش انه ممكن يعمله في الحياة ايه فبيطلعوا بطاقته في التمثيل يعني انا ما كنت الزمان بصدق الكلام ده الغاية مثلا ادركت ان واحد زي الكبير العظيم استاذ محمد المليجي راح نطلع عليه مثلا اكتشفت من حكاوي الناس عنه انه هو من قطيب الناس اللي كان ممكن حد يقابلهم في حياته يقابل صحية فلا اتأكدت من المعلومة دي فاحنا فعلا ممكن اللي ما بعرفش يعمله في الحياة اطلعه في دور التقمس والشخصية تروح لدور للدور